في الواقع هذا الانذار هو يعني أني عندهم خطة لقد وضعوا لقات قاموا بوضع خطة من ثلاث مستويات وهذه الخطة حقيقة هي المستوى الأول يعني هذا المستوى الأول هي تجميع للمعلومات من السوق لذلك يهتمون بمعرفة المعلومات من التجار وبالتالي تجميع هذه المعلومات للنظر إذا كان الأمر خطر أو لا بمعنى آخر يعني استخراج إشارات تؤثر أن الوضع أصبح خطرا حقيقة هذا الأمر يعني معروف إذا سمحت لي ببعض الأرقام سيدي فقط لمعرفة لماذا هذا الانذار يعني هذه الإشارة للقول أن هناك مشكلة أو لا هناك مشكلة نحن نعلم أن ألمانيا تعتمد أو الاقتصاد الألماني بالتحديد يعتمد بنسبة 34% من إجمال استهلاكه على النفط الروسي و 55% على الغاز تم خفض هذه النسبة إلى 40% في الفترة الأخيرة الفحم 26% والمعدل العام لكل قطاع الطاقة هو 30% الآن المشكلة الأساسية هي في الغاز لماذا؟ لأن الغاز يستخدم في المنازل استخدام منزلي ولكن أيضا في الآلية التصنيع الماكينات الماكينة الإنتاجية لذلك يضعون هذا الانذار المبكر فقط لمعرفة كيف وصلنا إلى حد خطر والآن يجب القيام بشيء آخر وهذا الشيء الآخر الذي سألت حضرتك عنه أي عنيت بذلك ما هو الحل؟ ما هو البدائل؟ ما هي البدائل؟ حقيقة في دراسة أن عملت دراسة ألمانية لمجموعة من الباحثين الألمان بخما وشركاه وقاموا باستخدام نموذج علمي وقاموا بقياس بوضع ما يسمى بصدمات على توريد الغاز للاقتصاد الألماني بنسبة 10% وبنسبة 30% هي الاعتماد الأكبر على كل الطاقة الروسية كما ذكرت لك سيدي التي تصل إلى حد 30% وتوصل إلى نتيجة أن هناك حقيقة خسائر على الاقتصاد تتراوح بين 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي أي على كل مواطن خسائر بين 80 و1000 يورو وهذا الرقم أنا أعتقد أنه وهذا بحسب الدراسة أيضا تم الإستنتاج أن هذا الأمر يمكن استعابه وبالتالي انقطاع الغاز الروسي وكل الطاقة الروسية عن ألمانيا سيكون هناك خسائر ولكن هذه الخسائر محمولة ونصح الباحثون حقيقة بلائحة من الإجراءات ما سموها السياسات التي يتوجب على الحكومة الألمانية منها وعلى رأسها تنويع مصادر الطاقة ماذا نعني بذلك؟ لا يجب فقط استخدام الغاز هناك إمكانية لاستخدام الطاقة النووية هناك إمكانيات لاستخدام الطاقة المتجددة ثانيا تنويع مصادر الغاز هذه الحلول لبروفيسور جاسم ربما تحتاج إلى مدى زمني الطاقة النووية أيضا تكلفتها ربما هي تكلفة عالية وتعادل خسائر استخدام الطاقة النووية ما ستخسره أو ما سيخسره الاقتصاد الألماني ما أريد قوله هل هناك حلول عملية لهذه الأزمة هل يمكن أن تصر برلين على عدم الدفع بالروبل وتخسر الغاز الروسي أم هذه عملية انتحارية بالنسبة للاقتصاد الألماني لا أعتقد سيدي الكريم أن هذه العملية انتحارية أنا لست مقتنع بهذا الأمر لأن كما قلتك سيدي يجب القبول بفكرة أن هناك ارتفاع في الأسعار خلال فترة معينة وسيدي الكريم هم بالتحديد قالوا نحن نستطيع الاستغناء عفوا كليا عن الطاقة الروسية بحوالي تقريبا نصف العام 2024 نصف 2024 يعني هم قادرين كليا على الاستغناء عن هذا الأمر باستبداله بالغاز بالغاز والنفط بالنفط أنا أعتقد سيدي الكريم أنه يمكن تقصير هذه المدة لعدة أشهر نعم يجب القبول وهذه من إحدى التوصيات التي قامت فيها الدراسة يجب القبول خلال فترة معينة بارتفاع بالأسعار ويجب القبول بفترة معينة بالتخفيف من الاستهلاك على الصعيد الوطني وهنا نرى أن حتى المسؤولين الألمان بدأوا يدعون المواطنين إلى التخفيف من الاستهلاك إذا لم يكن هناك من حاجة وأيضا في الشق الأخير من هذه التوصيات هناك دعوة واضحة حقيقة لمساعدة العائلات الفقيرة لتخطي هذه المرحلة من الانتفاع الأسعار لا أعتقد أن الأمر الانتحاري هو صعب نعم صعب جدا ولكن يجب الانتباه أن الألمان لن يقبلوا بالدفع بالروبل لا هم ولا الأوروبيين لأن هذا الأمر فيه خرق للعقوبات ولكن أيضا هو تعويم للروبل الروسي وبالتالي تعويم للاتحاد السوفي بالنسبة لأوكرانيا بالنسبة لبولندا ومعلنها ورئيس الوزراء البولندي بولندا تعتمد أكثر من ألمانيا 50% من الغاز يعني يستورد من روسيا 60% من النفط الذي تكرره أيضا قادم من روسيا الخطة الراديكالية التي حسب وصف الرئيس الوزراء البولندي نعم بالنسبة لبولندا نعم سيد الكريم هناك 54.2% اعتماد على الغاز الروسي مقارنة بألمانيا كما ذكرنا يعني أخفض النسبة إلى 39.9% نعم حتى بولندا قالت أنها بأواخر هذا العام ستستغني كليا عن الغاز الروسي واستخدمت في تصريحها تعبير تشير إلى الخطأ الاستراتيجي الذي اعتمدته الدول الأوروبية بالتركيز على الغاز الروسي والطاقة الروسية سيد الكريم إذا سمحت لي تعلم جيدا أن منذ الحرب العالمية الثانية والأوروبيون يسعون جاهدا لتعويم السلام في القارة الأوروبية من خلال التعاون الاقتصادي واعتقدوا لفترة أن إدخال روسيا في هذا المجال سيحميهم من تدعيات حرب ممكنة وإلى ما هناك ولكن مغامرات الدب الروسي سواء كانت في جيورجيا أو كانت سابقا في 2014 في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا وفي غير مناطق أنا أعتقد أن روسيا ستخسر أكثر على المدى المتوسط إلى البعيد من خسارة أوروبا على المدى القصير إلى المدى المتوسط ترجمة نانسي قنقر